نبدأ ما بقي من ساعتنا من إيران فقد اعتبر رفايل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الدرية أن عمل المفتشين الدوليين في المواقع الإيرانية تأثر بشكل كبير في الأشهر الماضية منذ قرار وقف إيران تطبيق الاتفاق النووي وقال جروسي أن طهران لم تقدم أجوبة شافية حول العثور على مواد يورانيوم في ثلاثة أماكن سرية داعيا إيران للتعاون من دون تأخير لحل المسائل العلقة ومهددا بأن الوكالة لن تكون قادرة على منح ضمانات تؤكد أن برنامج إيران النووي سلمي حصرا على حد تعبيره جروسي قال إن علينا أن نعترف أننا لم نتوصل للنتائج التي نتوقعها في المفاوضات مع إيران أعتقد أنه ينبغي علينا متابعة العمل مع إيران المشكلة التي نواجهها هي أن إيران عليها أن تتواصل معنا ولديهم برنامج نووي طموح كما تعلمون عليهم الاستمرار بتقديم معلومات واضحة بخصوص هذا البرنامج وهناك تصريحات مشكوك فيها فمن صالح إيران أن توضح لنا كل هذه النقاط لأنه ما من سبيل آخر لانتهاء هذه المسألة أعتقد أن ليس من صالح أحد أن يتراجع التعاون بين الوكالة وإيران أكثر مما هو عليه الآن بل على النقيض تماما كما قلت سيكون هذا تذكرة لإيران وللجميع أننا بحاجة إلى العمل وأن نوضح هذه القضايا العالقة منذ زمان طويل تأتي تصرحات جروسي فيما استهل مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله في فين بمشروع قرار غربي يوجه اللوم لإيران ويحض القرار الذي ساغطه الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث أي بريطانيا وفرنسا وألمانيا طهران على التعاون الكامل مع الوكالة وفي وقت نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغياب ردود مرضية من إيران بشأن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد توعدت الأخيرة برد فوري على أي تحرك سياسي من جانب الغربيين من جهتها اعتبرت الصين وروسيا أن تصويتا كهذا خلال انعقاد مجلس محافظ الوكالة سيعرقل عملية المفاوضات داعية إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية بدلا من تحدي إيران عبر مشروع القرار نوضح أكثر في مسألة العقوبات ربما يكون حاجة الغرب إلى إيران في هذا التوقيت في مصلحة إيران هكذا تقول بعض الدراسات يعتبر مشروع القرار الذي أعدته أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مؤشرا على نفاذ صبر هذه الدول وفي حال تم تبني هذا القرار الذي يحض طهران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية فستكون هذه أول خطوة من نوعها تلقي باللوم على إيران منذ يونيو 2020 وانطلقت محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي في إبريل من العام الماضي وكان اتفاق 2015 أتاح رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران في مقابل أن تتقيد إيران ببرنامجها النووي إلا أن مفاعله باتت في حكم الملغاء منذ انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب عام 2018 وعادت فرضها لعقوبات قاسية على طهران وتراجع الأخيرة عن التزاماتها بموجبه وفي تقريرها الأخير أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحجام طهران عن توضيح وجود أثار يورانيوم مخصب عثر عليها في ثلاثة مواقع لم تعلن إيران بأنها كانت تجري فيها أنشطة نووية وتوعدت إيران برد فوري على أي خطوة سياسية تقوم بها واشنطن والدول الأوروبية الثلاث المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة استبعد انهيار هذه المفاوضات وقال إن الأوروبيين غير مستعدين لإشعال أزمة جديدة مع إيران في وقت يواجهون أزمة مرتبطة بروسيا في أوكرانيا وعلقت المباحثات رسميا في مارس مع طلب إيران شط باسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية وبحسب آخر تقرير للوكالة الدولية تملك إيران حاليا 43 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وفي حال تخصيبه بنسبة 90% فسيصبح من الممكن استخدامه لصنع قنبلة ذرية في غضون أقل من عشرة أيام بحسب تقرير الأسبوع الماضي وإن التسلح سيستغرق من عام إلى عامين لكن عملية الكشف والتعطيل ستكون أكثر صعوبة إذا نقلت إيران اليورانيوم المستخدم لصنع الأسلحة من منشآت التخصيب المعلنة التابعة لها نكمل أيضا في المواقف الإيرانية فقد رفع سيتي بانك توقعاته الفصلية لأسعار النفط لهذا العام وتوقعاته لمتوسط العام المقبل وعزى ذلك إلى ما يبدو من تأخر بالغ في إضافة إمدادات نفطية من إيران وذكرت سيتي للأبحاث وحدة الأبحاث التابعة لسيتي بانك أن التأخر في رفع العقوبات المفروضة على إيران هو العامل الأساسي في توقع قلة الإمدادات ويتوقع سيتي بانك الآن أن يبدأ تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في الربع الأول من العام المقبل بما سيضيف في البداية نصف مليون برميل يوميا ثم 1.3 من عشر مليون برميل يوميا على مدى النصف الثاني من العام المقبل هذا وكشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن مجموعة فيتول الهولندية لتجارة النفط أن الولايات المتحدة قد تسمح بدخول المزيد من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات إلى الأسواق العالمية حتى دون إحياء الاتفاق النووي وتوقع مايك مولر رئيس قسم آسيا في المجموعة أن واشنطن قد تسمح بتدفق نفط إيران إذا هيمنت الحاجة إلى خفض أسعار الغاز في أمريكا على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ لافتا أن غض الطرف إلى حد ما عن تدفق البراميل الخاضعة للعقوبات هو أمر متوقع في هذا السياق كشفت وكالة رويترز عن شركتين نفط الإيطالية إيني أس بي إي وريبسول الإسبانية قد تشحنان النفط الفنزويلي إلى أوروبا شهر المقبل للتعويض عن الخام الروسي مستأنفين مبادلات النفط مقابل الديون التي توقفت بعد تشديد واشنطن العقوبات على فنزويلا قبل عامين وقالت المصادر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعطت إشارة للشركتين لاستناف الشحنات فيما تأمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يساعد الخام الفنزويلي أوروبا على خفض اعتمادها على روسيا وعادت تتوجيه بعض شحنات فنزويلا من الصين ناقش هذا الموضوع مع ضيفية معي من باريس أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب دكتور خطار أهلا بك ومن لندن البحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ عارف نصر أستاذ عارف أهلا بك سأبدأ مع الدكتور خطار أبو دياب دكتور خطار إلى أي حد يمكن أن تكون الحاجة الأوروبية للنفط في صالح الإيرانيين يعني إلى أي حد يمكن أن يتغاضى الأوروبيون عن تحفظاتهم على الصواريخ الباليستية على الأسلحة على النووي الإيراني في مقابل أن يستفيدوا من النفط الإيراني وبالتالي تستفيد إيران من فك هذه العقوبات عليها والحظر المفروض عليها أحييكم أستاذ محمود وأحيي فريق العمل والمحاور الكريم وكل من يشاهدنا يعني أوروبا منذ نقض ترامب للاتفاق النووي كانت محرجة بين واشنطن والإيرانيين لكنها عملت كل ما بوسعها للحفاظ على الاتفاق النووي وفي نفس الوقت كانت تتغاضى بالرغم من كل التصريحات عن الباليستي وعن النشاط الإيراني في الأقليم كان هناك مواقف ولكن لم تترجم عمليا بالطبع كان هناك إذن الرهان المركنطيلي كما أسميه أو النفعية أي أن أوروبا كما روسيا كما الصين كما الجميع يعتبرون أرض إيران أرض خصبة لاستثمارات مقبلة لوضع اقتصادي لكن خبأ أملهم جميعا إذ أن الحاكم في إيران أو النظام الحاكم يفكر أولا وأخيرا ببقاء الحكم ولا يفكر أصلا بالمستقبل الإيراني وبالاستثمارات في إيران ولذا الموضوع الآن منحصر في مسألة هي في الأساس تقنية لكن لها طابع سياسي اكتشاف أثار إشعاعات نووية بقايا يورانيوم في ثلاثة منشآت لم يتم الكشف عنها يعني هذه فضيحة مدوية في الأساس لوكالة الدولية للطاقة النووية لأنها في تقاريرها السابقة كانت تدعي دوما أن إيران تتعاون مع البرنامج النووي والآن ينكشف أن هناك فعلا برنامج سري موازن هو برنامج عسكري وأن إيران لم تتعاون يوما حتى حينما وقعت على تلك الصفقة مع إدارة باراك أوباما إذن في هذا الموضوع إن انحرف الأوروبي أو لم ينحرف المسألة سنرى الآن إذا كانت الضغوط ستؤدي إلى عدم صدور قرار ملزم عن الوكالة الدولية في فيينا وأما سيكون هناك من قرار يعني استمرار هيبة نوعا ما للمجموعة الدولية في معالجة قضايا منع انتشار السلاح النووي هذا محق بالنسبة لواشنطن كما بالنسبة للأوروبيين في آن معا ومسألة النفط في الأساس لن تزيد ولن تنقص حتى طهران وموسكو تتنافسان على بيع النفط لإيران للصين إذن في هذا الموضوع الحسابات مختلفة لأن الأسواك مبتوحة طيب أستاذ عارف ناصر من لندن أستاذ عارف مركز أو المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة يستبعد انهيار المفاوضات لسببين سبب الأولاني أن الأوروبيين في حاجة إلى النفط الإيراني وأن فكرة رفع العقوبات حتى لو لم تستأنف المفاوضات في إن فكرة مطروحة بمعنى لن يقدم الإيرانيون شيئا لن يتنزلوا عن شيء وسيحصلون على كل شيء إلى أي حد تتفق أو تختلف مع ما يقوله المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة تحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهديك الكرام الواقع أنا أتفق بحيث الصوت يعود علي أنا أتفق مع أن هناك عدم محاولة لإنهيار الاتفاق النووي ومن المتوقع بأن الغرار الذي سوف يخرج من ترويكا الأوروبية والولايات المتحدة سوف ربما يطالب لكنه لا يدين النشاط النووي وذلك لكي يبغي على نافذة نافذة الدبلوماسية مفتوحة لكن ما أعتقد أو ما أختلف مع هذه الاستنتاج الذي جاءت به المعهد رصانة هو البواعث التي تجعل الولايات المتحدة وترويكا الأوروبية لعدم انهيار المفاوضات النووية بمعنى أنا أعتقد بأن ما يجعل القرب لا يذهب إلى انهيار المفاوضات من خلال الغرار حاسم هو أن ذهاب إيران إلى مجلس الأمن ليس مضمون الآن وليس هناك ضمان إلى أن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أن تجلب معها تصويت الصين وروسيا هذا الجانب الثاني لأن هناك أيضا بالتوازي مع هذه التحركات ربما قليلة الحدة من غبل ترويكا والولايات المتحدة نحن نشهد ظاهرة جديدة في إيران وهي عبر اغتيالات مسلسل الاغتيالات التي نشهدها خلال الفترة الماضية شهدناها خلال اسبوعين الماضيين بمعنى أنها سوف تستمر وتكون عامل ضاغط على ثلاثة ملفات أساسية ملف فيلغ الغدس ملف الصواريخ والمسيرات وملف النووي وهذا بالإمكان أن يعطل المعرفة النووية الإيرانية لذلك أنا أعتقد بأن سوف يكون الغرار غرار فقط يعني غير ملزم إلى إيران ومن المتوقع بأننا سوف نشهد هذا الغرار الحاسم في سبتمبر القادم طيب أعود لدكتور خطار أبو دياب دكتور خطار مرة أخرى فيه صيغة كده بيلجأ إليها الغرب والأمريكيون أحيانا حينما يريدوا أن يتغاضوا عن دولة ما زي مثلا النفط مقابل الغذاء في العراق لو تتذكر أيام الحصار والآن مطروح صيغة لإيران وهو النفط مقابل الديون يعني نسمح لكم بأن تصدروا ما يكفي لسداد ديونكم وديونهم كثيرة وبالتالي إلى أي حد يمكن أن تكون هذه مخارج يلجأ إليها الغرب تحديدا في أنه يفرج عن النفط الإيراني وبالتالي يعني إيران لن تحتاج أكثر من ذلك يعني في أن يتم عادة تصدير المنتج الذي وصل إلى صفر تصدير في الثلاثة عوام الماضية يعني الحقيقة أن إيران تحتاج أكثر من ذلك عندما نرى حجم الاحتجاجات في إيران والوضع الصعب في إيران إيران بحاجة عميقة إلى التنمية لكن كما قلت سابقا النظام يهمه استمرار النظام قبل أي شيء آخر ولذا في هذا الموضوع بالذات في الجوهر سؤالكم هذا صحيح الغرب دوما كما سمعنا عن فنزولا فتش عن مخرج من خلال الديون لأوروبا وبالنسبة لإيران في الأساس حتى إبان أوجي موجة الضغط الأقصى التي فرضها دونالد ترامب كان يهرب نفط إيراني ويصل نفط إيراني وكان هناك الستناءات لتركيا للعراق وغيرها وكان هناك دوما شركات عبر البحر تهرب هذا النفط ويصل هذه المرة الموضوع في العام الماضي أساسا فتحت الحنفيات في النهاية النفط الإيراني يصدر ويصدر أكثر فأكثر ربما هناك بعض الضمانات يمكن أن تعطى الآن لمن يشتري سيكون هناك نعم غطاء لذلك مغلف لكن في هذا الموضوع بالذات الرهان أصعب يعني الولايات المتحدة الأمريكية أمام موقف حاسم هي تريد عدم موت هذه المفاوضات إيران تعطي الانطباع مع اعتمادها على روسيا والصين أنه لا يهمها مفاوضات أو من دون مفاوضات النظام الصمد ولذلك المشكلة الأساسية هي في عدم الثقة بين واشنطن وتعالي دكتور خطار أبو دياب شكرا جزيلا لك أكدت وسائل إعلام تركيا اختطاف معارض إيراني في أنقرة حيث اختفى الصحافي المعارض محمد باقر مرادي الذي لجأ إلى تركيا قبل تسع سنوات وأثر ذلك مخاوف من أن يكون ضحية أخرى لعمليات المخابرات الإيرانية التي تنشط في المنطقة واختفى محمد باقر مرادي الذي طلب اللجوء إلى تركيا بعد فراره من إيران في 30 مايو ويعتقد والد محمد باقر مرادي أن نجله قد اختطفه عملاء إيرانيون خصوصا أنها كانت تتبعه لفترة في العاصمة أنقرة وقدمت عائلته شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام التركي المحلي بدأ قضاء تونسيون تعليق عملهم في المحاكم لمدة أسبوع قبيل الدخول في اعتصام المفتوح والإدراب العام والشامل وفق ما أعلنوا عنه في ختام اتماع شاركت به الهياكل الممثلة للقطاع في البلاد يأتي هذا القرار الذي تم التصويت عليه بالإجماع بعد يومين على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد عزل نحو 60 قاضي من عملهم اتامهم بالفساد والتسطر على ملفات إرهابية وعلى قضية الجهاز السري لحركة النهضة كما جاء إضراب القضاء رغم وجود مرسوم رئاسي يمنع تنفيذه ما اعتبره مراقبون تحديا من الهياكل القضائية لقرارات قيس سعيد ونقش هذا الموضوع من العاصمة التونسية ينضم إلينا القانوني والنصف السياسي الأستاذ عب ستار المسعودي أستاذ عب ستار أهلا بيك أستاذ عب ستار يعني الرئيس الجهاز القضائي أستاذ أنس حمادي يقول أن ما أقدم عليه الرئيس التونسي مخالف للدستور ومخالف للقانون لأنه ليس من سلطة الرئيس عزل القضاء بدون موافقة المدلس الأعلى القضاء التونسي هل فعلا نحن أمام مخالفة دستورية ارتكبها الرئيس قيس سعيد رغم أنه أصلا رجل يعني أستاذ وقانون دستوري مساء الخير اعتقدنا من ناحية الحقوقية البحثة واعتبد من أن حقوق الإنسان في خصوص مجملية القضايا والقضايا الجوارية وخاصة الدستورية مع اعتبار أن هناك يجب هناك التفريق بين السلطة الثلاثة التي تدير شؤون الدولة نعتقد أن الرئيس لم يعد ينظر بمنظار الحقوق إلى الدستور وحتى بالباب المتعلق بالسلطة القضاية قد تم تجميده وبالتالي فإن المراسيم التي كانت أتتها اتباعا هي لا تنطبقه ولا ترتكزه إلى المعايير الدستوري والمعايير المواثيق الدولية وبالتالي فإن العزل في طريقة هذا العزل وإن كان هناك العديد من قضاة لهم ملفات كبيرة وملفات رهيبة والملفات تدين هؤلاء وكان ربما أحرى على رئيس الجمعية في هذا المضمار أن يحمل أيضا مسؤولية إلى المجلس الأعلى للقضاء المنتخب الأول برئيسة رئيس زاخر كان أن يحمله منذ تلك المسؤولية لأن العديد الملفات كانت وطروحت أمامه وذهبا تقريبا بالقرار الذي يصدره المرسوم الذي يصدره في عزل 57 قاضي أنه عزل وضع الجميع في سلة واحدة كمن اخترق الضوء أحمر كمن قام بجريمة تسطر عن الإرهاب وهذا عين الخطأ الذي ربما العالميين والسياسيين هم في خلاف مع رئيس الجمهورية فيما اتخذهم طيب ما هو الموقف الآن يعني نحن أمام ظاهرة وهي أن رئيس جمهورية يصدر قرار مشكوك فيها بأنها مخالفة للدستور التونسي لا ينفذها القضاء جميعا بمن فيهم رئيسهم وبالتالي نحن أمام حالة كيف يمكن أن تنتهي تنتهي أن يتراجع الرئيس مثلا أم يحدث حوار أم ماذا ينفعل في القرار الذي أصدره الرئيس يعني لا أعتقد أن رئيس يتراجع لأن من يعرف الآن رئيس الدولة في خصوص القرارات المصيرية التي اتخذها خاصة في خصوص حل مجلس النواب وتقريب جميع الهائيات الوسطى التي تم حلها بموجب مراسين فبالرغم من الانتقادات وبالرغم من القول فيها بعدم دستوريتها فأنه لم تتزحزح لو أنمو لم أنمو له ولم يغير منقفه بل زاد إلى الأمام واتخذ قرارات معناها أكثر معناها خروجا ربما على نص وأعتقد أن هناك شد كبير الآن وكان معناها عملية كسر عظام وليست بمعناها لي الأيدي ونعتقد أن الجموع القضاء والآن نعتقد أن ننتظر في نهاية اليوم لنعرف مدى النسبة المئوية التي معناها عليها القضاء الذين أضربوا على القضاء وإن كنت اليوم في قصر العدالة بتونس شاهدت معناها تقريبا حماية 80-90% هناك مقاطعة بالنسبة إلى الجلسات المدنية والجزائية في داخل الجمهورية هناك القول بأن هناك البعض من دخل والبعض لم يدخل لكن أعتقد أن هذا الشد سيكون معناها متواصل ونعتقد أن الرئيس سوف لن يتراجع ولن يتخذ معناها موقف معناها أقل حدة وأنه يتراجع عن هذه الإعفاءات والقضاء كذلك سنرى مدى تلاحم معناها القضاء في خصوص نوقفهم من عزل معناها زملائهم ونعتقد أن الأمر سيتعكر ونذهب إلى مزيد من التعقيد إلى الأسوأ صح التعبير بحكم مزيدا من التعقيد بحكم موجودي ومتابعتي إلى معناها الأنشطة المتعلقة بمعناها سلك القضاء باعتباري محام وأنشطه في ذلك نعم شكراك أستاذ عبسطار المسعودي الناشط السياسي والقانوني شكرا جزيلا لك أظهرت اتماعات الجولة الثامنة للجنة الدستورية السورية في جنيف الأسبوع الماضي عمق الخلاف بين وفدي الحكومة النظام والمعارضة حول مؤسسات الدولة ودورها وفق وثائق نشرتها صحيفة الشرق الأوسط حيث أدى تباين المواقف بين الطرفين فيما يخص دور الجيش ومبادئ دستورية أخرى إلى نسف أحد الاتماعات علما بأن البرنامج يشمل تقديم مبدأ دستوري كل يوم على أن يترك اليوم الأخير للتوافقات في هذا الإطار اقترح وفد المجتمع المدني المحسوب على النظام الإجراءات القصرية أحدية الجانب من منطلق دستوري فيما قدم رئيس وفد المعارضة الدستور وتراتيبه الاتفاقات الدولية أما رئيس وفد النظام فطرح مسألة الحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى تعزيزها نوضح أكثر الحقيقة في هذه الجولات الدستورية التي بدأت منذ 2019 يعني ثلاثة أعوام حتى الآن وما زالت حتى الآن ليس هناك أي جديد في هذه الجولات حول صياغ الدستور سوري ثامن جولات اللجنة الدستورية السورية سجلت تحسناً ظاهرياً على الأقل في اللهجة أو في لغة الحوار لكن الخلافات العميقة الجوهرية خرقته كالعادة فرغم بعض القواسم المشتركة لا وجود لأي نصوص توافقية حتى اللحظة بل تقديم تعديلات خطية متلاحقة على مقترحات مقدمة أول الخلافات كان حول مقترح لوفد المجتمع المدني المحسوب أصلاً على النظام والداعي إلى تضمين الدستور التزام الدولة بالسعي لرفع التدابير القصرية أحدية الجانب أي العقوبات حيث ركز وفد النظام على عدم توافق الإجراءات القصرية مع الشرعية الدولية وربطها بما سمى الحرب الإرهابية على سوريا من جهته وصف وفد المعارضة لاقتراح بأنه غير دستوري مضيفاً أن الإعمار والتنمية حقان اقتصاديان ولا يجوز تقييدهما بالإجراءات الأحادية القصرية غير أن الخلافة الأكبر كان حول مؤسسات الدولة لا سيما العسكرية منها حيث حذر رئيس وفد النظام أحمد الكزبري من فشل تجارب إعادة هيكلة الجيش في دول أخرى فيما دعا وفد المعارضة برئاسة هذه البحرة إلى الإصلاح لتجنب تحول سوريا إلى دولة فاشلة مع المطالبة بدور حيادي للجيش في تداول السلطة هذا واقترح البحرة إرادة اتفاقات حقوق الإنسان أن تكون موجودة في الدستور وهو ما اعتبره وفد النظام باباً لاختراق السيادة السورية والتدخل الخارجي على اعتبار أنه سيؤدي إلى خلخلة مؤسسات الدولة والتماسك المجتمعي وفق تعبيره قد دعا بذلك وقد دعمه بذلك وفد المجتمع المدني الذي اتهم جهات بمحاولة وضع سوريا تحت الوصاية الدولية ما فجر المناقشات وعلقها لفترة قصيرة يأتي ذلك وسط قلق من استمرار هذه المناقشات لأعوام عدة أخرى قبل الوصول لصياغات نهائية إن بقي الوضع على حال علما بأن الجولة التاسعة مقررة في الخامس والعشرين من يوليو المقبل إلى أي حد يمكن التعويل على هذه الجولة الثامنة بأنها أحدثت خرقا ولو بسيطا سأناقش هذا الموضوع على المستويين من باريس الصحفي والكاتب السياسي لأستاذ ماجد القطيب أستاذ ماجد أهلا بيك ومن دمشق أستاذ عمر رحمون المتحدث باسم المصالحة السورية أستاذ عمر أهلا بيك سأبدأ بيك معك أستاذ عمر يعني من 2019 لغاية الآن ونحن أمام جولة والجولة وصلنا إلى الجولة الثامنة وسيتكون هناك تاسعة وبعض الكتابات اليوم تقول تاسعة وعاشرة إلى مالة نهاية هل بصراحة القصد هو إغرق المعارضة في تفاصيل وبالتالي إلهاهم عن أشياء أساسية فيما يتعلق بحقوق المعارضة ووضع الدولة وشيء من هذا القبيل تحية لك وإستاذ المشاهدين يعني هذا الحديث أن إغرق المعارضة هذا كلام في الحقيقة يوجد فيه الواقع المسألة ليست مسألة إغرق المعارضة المسألة في الحقيقة هناك خلاف جوهري بين الضامنين على مسار أستانة هذا هو المسألة الجوهرية الجوهرية خلاف بين الضامنين بين التركي والإيراني والروسي نحن الآن وصلنا إلى المرحلة الثامنة وربما ننتقل إلى التاسعة لكن هناك خلاف كلنا يجاهد تركيا تعلن عن حملة عسكرية احتلال على الشمال السوري بينما عارضتها إيران وروسيا فبالتالي هؤلاء الضامنون كيف يمكن أن يتفقوا على وضع دستور وهناك خلاف يعني كم قالت تركيا بأنها مع وحدة الأراضي السورية ولكنها الآن تشرع بعملية احتلال وبالتالي المسألة أما المعارضة فهي لا تستطيع أن تدفع باتجاه تحقيق أهدافها التي وضعتها دون اتفاق وتوافق بين الضامنين موضوع المواضيع التي تم طرحها سواء كان من وفد المجتمع المدني أو من وفد الدولة السورية دعني أقول أستاذ الكريم هذه بديهيات يجب أن توضع بالدستور لأننا لا نأمن جانب المعارضة هذه المعارضة التي وضعت العقوبات وهي التي كتبت قانون العقوبات لأمريكا وهي التي شاركت شاركت بقانون قيصر كيف يمكن أن نأمن على سوريا أن لا يشارك مستقبلا بوضع عقوبات على بلده إذن هذه من البديهيات أن تكون هذه في الدستور السوري بين المشكلة إذا طرح وفد المجتمع المدني أو حتى وفد الدولة الحفاظ على مؤسسات الدولة ورفع العقوبات لأن هذا وفد المجتمع المدني هو الذي يمثل الغالبية الصامتة أو المجتمع الأهلي الذي يعاني من العقوبات من الذي يعاني من قانون قيصر الذي يعاني هو بالدرجة الأولى هو الشعب السوري أمن يمثله هذا وفد المجتمع المدني وبالتالي هذه ضروريات وضعها في الدستور المحافظة على مؤسسات الدولة ورفع العقوبات سؤال سؤال عمر الرئيس بشار باقي لغاية المفروض هذه الدورة الرئاسية الموجودة فيها كم سنة سؤال عمر هل تسألني إلي نعم أسألك كم سنة باقي الرئيس الدورة الرئاسية الدورة الرئاسية سبع سنوات مضت سنة باقي ست سنوات يعني هو سؤال مهم جدا لأنه عاوز أروح له سيد ماجد الخطيب سيد ماجد يعني ما فائدت أن يتم صياغ الدستور حتى لو تم التوصل إلى دستور جديد الرئيس باقي ست سنوات قادمة وكان هناك لهفة في 2019 على صياغ الدستور جديد لأنه يغير وجه سوريا هكذا كان تقول المعارضة وتقول الكتابات الخارجية عن النظام السوري فماذا يفيد أصلا أنا لن أدخل في تفاصيل كثيرة داخل المرجو من الدستور لكن ماذا سيفيد حتى لو توصلنا لو نجحت وبأصبح أماننا دستور الآن نعم تحية طيبة لك أستاذ محمود ولساد المشاهدين أشكرك شكرا جزيلا على هذا السؤال والجوهري هنا مربط الفرس كما يقال هذه الجولات التي نراها منذ حوالي ثلاث سنوات حتى هذه اللحظة هي تخدم بالدرجة الأولى النظام السوري وليس المعارضة دعني أقول لك بأن هذه اللجنة الدستورية منذ ثلاث سنوات حتى هذه اللحظة هي عبارة عن مفخخة في جسد المعارضة السورية وبالتالي كل ما يحصل حتى هذه اللحظة يسير باتجاه مصلحة النظام السوري وليس مصلحة المعارضة حتى أن البنود لو نحن دققت في البنود التي سرتموها في مقدمة هذا الخبر والتي تحدث عن أجراءات قصرية كما قال ضيفكم من سوريا على سبيل المثال بأن المعارضة هي من تتحمل مسؤولية بعض العقوبات وكيف يأمن هذا الجانب وإلى غير هذا السرد الذي يعني عفى عليه الزمن يعني أولا يا سيدي قانون قيصر جاء على خلفية ارتكاب النظام السوري لمجازر وحشية أيدتها وثائق وصور أكثر من خمسة ألاف صورة النقطة الثانية كيف لنا للمعارضة السورية كيف لنا للمعارضة السورية أن تأمن جانب النظام السوري ومنذ حوالي أسبوع شهر تقريبا أو أقل من شهر عندما شاهد العالم جميعا آخر مجزرة ارتكبها النظام السوري آخر مجزرة طبعا ظهرت على العلن وهي مجزرة التضامن وارتكبها يعني أحد جنود النظام السوري الأمن العسكري إذن هناك يا سيد الكريم نجاح هذه اللجنة مرتبط مجموعة من المفاهيم القانونية هي التي يجب مناقشتها ابتداء أولا هذه اللجنة الدستورية سواء من جانب النظام أو المعارضة السورية لم تأتي على حيثية مهمة جدا وهي طبيعة وشكل النظام السوري الحاكم في سوريا هل سوف يتم مناقشة طبيعة النظام السوري وعدد السنوات التي يحق لرئيس الدولة أن يستمر في الحكم هل سيسمح لبشار الأسد إذا ما تم جدلا افتراض بأن هذه اللجنة الدستورية تم حققت هدفا استراتيجيا وهو أنها وضعت دستور للبلاد لكن السؤال هل سيقبل النظام السوري بأن نظام السوري يجب أن يرحل وفق مرجعية جينيف وقرار الأمم المتحدة 22-54 بأن لا مكان لنظام الأسد أو لبشار الأسد في السلطة في تشكيل الدستور وإيجاد هيئة الحكم الانتقالية إذا هناك مشكلة كبيرة جدا في مفهوم عمل هذه اللجنة الدستورية أضف إلى ذلك هناك نقطة مهمة جدا يعني موضوع سردية الدستور وكذلك أيضا الاتفاقيات أيضا هناك مشكلة كبيرة جدا في المفهوم القانوني نتحدث هنا من باب الحياد القانوني ليس من باب آخر الحديث عن هذا الموضوع يكرس لمفهوم خطير جدا وهو الموافقة على جميع الاتفاقيات التي عقدها النظام السوري وهو في حالة الوصاية من قبل الجانب الروسي والجانب الإيراني وبالتالي في المفهوم القانوني يجب إدار هذه الاتفاقيات لو تسمح لي قبل انتهاء الوقت سوز عمر الرحمون بالتالي أسألك ماذا لو نفترض جدلا أنه تم فعلا التوافق وانتهينا إلى دستور ترادت عليه كل الأطراف جزء من بنود هذا الدستور تقول على الرئيس أن لا يكمل الستة أعوام الباقية وبالتالي علينا أن نطرح انتخابات رئاسية جديدة بناء على نظام سياسي جديد واتفق عليه في داخل الدستور هل ممكن يقبل النظام بهكذا طرح أستاذ حمود ليكون حديثنا موثق بالأدلة والقوانين الصادرة في هذا المجال القانون الدولي 2254 هذا القانون الدولي لم يضع بأنه يجب حل البرلمان وحل منصب مقام الرئاسة هو طالب بحكومة موسع انتقالية بين المعارضة والمؤلاء هذا القانون الدولي الذي يتحدث عنه ضيفه لم يتحدث عن حل مقام الرئاسة وعن حل مجلس الشعب وعن حل مؤسسات الدولة المعارضة هي تريد فقط الوصول إلى كرسي الرئاسة هكذا دايركتيا دون النظر بالإجراءات والأمور القانونية والترتيبات وإلى آخره نحن الآن أمام لجنة دستورية عندما تتوافق هذه اللجنة على كتاب الدستور سيلتزم به الرئيس وستلتزم به سوريا جميعا كيف يمكن أن يوقع دستور ولا ينتزم به الرئيس أو لا تلتزم به الدولة لكن هذا سؤال افتراضي المعارضة تريد إلى كرسي الرئاسة القانون الموقع 2254 لم يقضي بما تريده أو ترغب به المعارضة الآن يقول لك أنه غراق وجرائم يعني المعارضة تصور نفسها بأنها حمائم سلامه التي تتحولت إلى مرتزقة بيد التركي في ليبيا وأدربيجان الآن تشارك المعارضة مع تركيا باحتلال الشمال السوري يعني كيف تجلس مع وفد معارض هو يتآمر على وحدة سوريا مع دولة مرتلة سيد عمر لسه في جلسات كثيرة تاسعة وعاشرة لهذه اللجنة الدستورية أشكرك سيد عمر رحمون المتحدث باسم المصالحة السورية شكرا جزيلا سيد عمر وأيضا سيد ماجد الخطيب الكاتب السياسي من باريس شكرا جزيلا لك ضمن فقرة خاص الحدث نفتح ملف تمدد حزب الله في أرياف دمشق بعد معلومات تحدثت عن مواصلة حزب الله شراء العقارات المحظورة في إعادة إعمارها في القلمون في ريف دمشق حدث دقاقت أكثر لتصل إلى ما سماه بعض السماسر المتورطين في بيع العقارات لصالح الميليشيات الإيرانية مزيد مع زميلتي هنا في الستوديو هاجر أهلا بيك مساء الخير مساء الخير تفضلي ضمن سياسة التغلغل الإيراني الناعم والتغيير الديمغرافي القصري لسوريا تتابع الميليشيات الإيرانية شراء العقارات بمنطق الإجبار والتهديد لأهالي أرياف دمشق فبعدما أجبر أهالي ريف دمشق الشرقي على بيع عقارات في أسواق الحمدية والعسرونية علمت الحدث من مصادر مطلعة أن حزب الله تمكن خلال شهر مايو من شراء عشرين عقارا في القلمون بريف دمشق خاصة بالقرب من الحدود السورية اللبنانية بما فيها مناطق يحضر إعادة إعمارها أو ترميمها وذلك بالتنصيق مع متعاونين في المنطقة وبعض الأعضاء في مجلس المحافظة المصادر تؤكد أن حزب الله يستهدف عقارات المهجرين والمختربين في منطقة القلمون كما نرى على الخريطة وذلك بالتنصيق مع عدد من المندبين والمتعاونين معه وتكشف المصادر عن اشتراك أعضاء في مجلسي محافظة ريف دمشق وأيضا يبرود في عمليات تملك حزب الله بالمنطقة عبر تقديم تسهيلات للحصول على موافقات لإعادة الإعمار في جميع البناطق بما فيها المناطق المحظورة وهنا بيت القصيد إذ أن حظر إعادة ترميم بعض الأحياء سهم بشكل كبير وبطريقة تكتيكية في إقدام الأهالي على بيع ممتلكاتهم وتهجيرهم أيضا لتحل مكانهم الميليشيات الإيرانية وفق المصادر ولكن من هم المتورطون وما هو الغطاء لعمليات البيع وفق مصادر الحدث فإن بعض سماسرة العقارات المحسوبين على النظام السوري أمثال عماد الخطيب وجمال حمود يعملون على شراء العقارات كبديل وذلك لصالح حزب الله في مدينة يبرود الأمر نفسه ينطبق على ريف دمشق الغربي فما بين مناطق زاكية والدناجي وأيضا ديرماكر وصولا إلى خان أرنبا جنوبا وحتى نبع الفوار شمالا كل هذه المناطق اشترتها إيران وميليشياتي على مراحل بما يفوق عشرات الألاف من الإكتارات من الأراضي المحذورة وذلك طبعا بتغذية من الحكومة ومن ريف دمشق الغربي إلى الجنوب فبعدما تحولت منطقة السيدة زينب إلى معقل أساسي للميليشيات الإيرانية منذ سنوات تؤكد المصادر أن مناطق عقربة والحسينية والحجيرة والبويدة هي أيضا في ريف دمشق الجنوبي باتت خالية من سكانها الأصليين حيث أن 50% منهم قد هجروا أو رحلوا أو أجبروا على بيع عقاراتهم من خلال التضييق عليهم مباشرة من قبل الميليشيات الإيرانية يعني عمليات توسع وتمدد في أرياف دمشق الغربي والجنوبي باتت معقلا أساسيا للميليشيات الإيرانية شكرا جزيلا شكرا عانت المناطق الشرقية والشمالية في سوريا من الآثار المدمرة لأسوأ موجة جفاف شهدتها المنطقة منذ سنوات إذ يكافح العديد من المزارعين للعثور على الماء والأعلاف لمواشيهم كما أدى نقص الحشائش إلى جعل البعض غير قادر على صنع ما يكفي من العلف لفصل الشتاء في الختام لكم دائما تحياتي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة